ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر وعالم المغرب أيضاً يتحلى اليوم باللون الأحمر وكتابة التاريخ زي ما بقول المغرب فعلاً النهاردة طلعت سلم المجد قدام كل الناس قدام العالم كله اتفرجوا شوفوا الوكالات الأنباء العالمية إزاي بتتكلم عن ملحمة المغرب عشان كده كنا بنقول لازم نتعلم من الدرس ده إن شاء الله الأفضل للكرة المصرية ولكن مهم جداً نعيش معاكم لحظات وبعض الصور وبعض المشاهد من الفريق اللي ببنى بالشكل ده من وليد الركراكي اللي كان عنده توليفة جميلة جداً يمكن لو شفنا الصورة دي بعض الصور هنا هو ده وليد الركراكي الرجل ده قدر يخلق حالة وروح كتير جداً ما كانتش موجودة لدى المنتخب المغربي اللي في بعض البطولات ممكن كان بيفتقد الروح دي وتبانك من حب اللاعبين دي لحظة يا أسامة صورة أخرى يعني كرة القدم تبكي الآن كريستيانو رونالدو وآخر بطولة كأس العالم بالتأكيد لكريستيانو يمكن كان فيه حزن كبير جداً أنه لا باحتياطي ولكن هذه هي كرة القدم بالأمس نمار يبكي وكل يعني رقص الصمبا يبكي لا أنا مش عايز من سيبك ولا احنا عايزين ومرحة حالة طوالة وأنا بحب كريستيانو جداً لأن شخصية بالنسبة لي شخصية فلازية ولكن أمام المغرب يعني الكل يعني يختفي أمام انتماءنا العربي ده طبعاً ياسين بونو ومحاولة يعني التسجيل بقى بشعر راسه ما نفعيتش معاه في مطشاط المغرب وياسين بونو الحقيقة عمل بطولة قوية جداً والدفاع والمنتخب المغريبي الحقيقة عمل بطولة قوية جداً يعني حتى الهدف اللي تم تسجيله في مرمى هو هدف أنجول وأقوى أقوى فريق حافظ على انظافة شباكه في كأس العالم هو المنتخب المغريبي يمكن ياسين بونو خد رجل المباراة عنده تلات انقاذات محققة ولكن هنا يعني أنا بشوف يا جماعة أنه أحياناً بتبقى فيه مشاهد لا علاقة كده تبقى في التاريخ زي المشهد اللي قدامكو ده كريستيانو رونالدو وهو طبعاً لا أحد ينكر الصورة بس اللي قابلها وإحنا بنتكلم كريستيانو رونالدو لا أحد ينكر أبداً أنه هو جزء من كرة القدم اللي عاش السنوات بتاعت ميسي وكريستيانو رونالدو ما يقدرش ينكر أنه ما قطعت كرة القدم ولكن المشهد ده احنا عتدنا أن احنا نشوفه وكريستيانو رونالدو هو اللي بيرتقي قدامنا وبيلعب الكرة بكل البرعة دي ولكن يشاء المشهد أن احنا نشوف حاجة استثنائية كريستيانو رونالدو وإسامة بتفرج على الكرة دي وهو قعد على الدك يعني تاريخ وكان زعلان ورد فعل وحاول لما نزل ولكن شيء دراما جداً أنه هو يشوف المشهد ده هو كاس العالم الحقيقة يعني فيه دراما كبيرة جداً جداً وده طبعاً من ضمن بقى الدراما اللي دايماً بنشوفها بس اللي هي الحاجة أشرف حكيمي أشرف حكيمي والمجهود الكبير اللي بازلته والدته عشان تطلع بطل النهاردة أشرف حكيمي اللي كل المباراة وكل انتصار بيفتخر بأمه اللي تعبت كتير لدرجة أنها كانت بتشتغل يعني شغلانات صعبة جداً 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 عشان تطلع لنا البطل ده وده قصة أبطال كتير جداً يا جماعة وده دور الأم في كل مكان وعلى المقابل طبعاً يعني سوفيان بوفال واللقطة الشهيرة دايماً مع والدته ويمكن النهاردة يعني بيتصدر التريند هو أشرف حكيمي والرقصة الشهيرة مع والدته في أرض الملعب يعني شيء عظيم جداً وأنا بقول لكم ليست مجرد كرة قدم يا جماعة دي مشاعر وانفعالات حقيقي حقيقي ساعات بنبقى متضايقين جداً من كرة القدم وقت الهزائم وقت فقدان البطلات لكن بجد بجد أنا ساعات بشفق على اللي مش قلبه متعلق بكرة القدم اللعبة اللي فيها كل الانفعالات دي وفيها كل المشاعر دي فشكراً للشعب المغربي وطبعاً ابننا بدر بنون بنعتبره ابننا اللي ساهم في الإنجاز ده وبالتأكيد له ردود يعني ملاي على النادي الآلي لأن كل يوم بيعضوا بدر بنون خلاص هيعود لليوم الأخير كل يوم كان بيعضوا كان بيكون يعني مبلغ مالي داخل سجلات النادي الآلي وقصة مهمة جداً ويمكن كمان بدر بنون من اللعبة اللي أنا سعيد طبعاً بتواجدهم في البطولة لعب محبب إلى قلبي ويمكن أنا شايف أن ما زلت عند رأيي أني كان ممكن نستفيد منه بشكل أكبر ولكن بنون حسناً فعل يعني في الفترة اللي كان موجود في الآلي فيها كمان المشهد الأخير شفته بيبي ويمكن ده بقى حديث وكالات أنباء كتير جداً لقطة غريبة بيبي يضيع كرة فلاعب منتخب المغرب بيروح بيبوس دماغه يعني بقوله أخي بوس دماغك أن أنت ضيعتها كان مشهد غريب وغير مقلوب في كرة القدم أن أنت داخل المباراة بتعمل كده ولكن يمكن ده جزء من المشاعر اللي كانت غير طبيعية للفريق المغربي اللي حتى خلاهم على فكرة هو شعور غير مفتعل هو فعلاً أنا بيبوس دماغك أن أنت ضيعت الكرة ويمكن أول مرة أنا أشوف مشهد زي ده يعني في مباراة للأمال لا فيه مشهد تاني يعني نصر فاروق حضر حسام حسن لمحسام سجل طبعاً يعني عايزين نحطكم في الأحداث فرنسا متقدمة 1-0 على منتخب إنجلترا ولكن فيه يعني كده محاولة فار وركلة جزاء لهاريكين لسه احتمالية وجود ركلة جزاء طبعاً ده يعني وركلة جزاء